موسيقى 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 ويحمروا الوجه كيف سنقولوا على جميع الأصعيدة أولا لا لأن مرحبا بكل التعليقات اللي غادي نكون نطبط حال سعيد جدا بقراءة ديلها نعم صباح الورد صباح الخير واني زار صير في حالكم مرحبا وعليكم السلام وبركاته اسماع المنجدة مرحبا بسي اسماع المنجدة السلام ملك أنا وسلام الكاو كل شيء على الكاو أخويا السلام وعليكم السلام محمد سيمو مرحبا لا حولوا القوات إلا بلا العب العظيم أكيد أن هذه الدجة هذه يعني أثرت واحد جدل كبير واحد جدل وواسع يعني فعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وهذا شيء يجرع إليهم مجموعة للانتقادات ومجموعة للأراء ومجموعة للأشياء ليه الحقيقة ما فهمنا شنو هذيك الفيلم ما عرفناش واش واش هما فعلا أبطال أولا لا واش يعني قادرين أنهم يهزوا الراية ويهزوا المشعل على الصعيد الدولي ولا لا أكيد أن الرياضة أو الرياضي الشخصية الرياضية لها معايير لها خصائص عندها مقومات وعندها دي التكنيك كيف سنقولوا هذا الشيء اللي ربما شفنا غائب نوعا ما غائب ما كانش في ذلك النزالات او لا ما عرفش كيسميهم تحديات تشليل تشالنج اللي دارت بين المسمى نزار و الملولي في مديرة أقادير هناك من يعتبر أن نزار يعني مريض عقلي او نفسي او يعني عنده مشكل في الدات ديالو لا ما عرفش يعني خاصوه كل اللي قال خاصوه يتعالج كل اللي قال انه مريض عنده مشكل في شخصيته شخصيته ضعيفة ربما كي حاول يغطي علش يحويج كي حاول يغطي علش مكبوتات ولكن ما زاد الطين بلا كيف سنقولوا وهو دخول ندا حسي على الخط المحبوبة ديال النزار و الملولي والصراع القائم بينهما يعني على هذيك ندا يعني هذي شي ما واضحش ما فهمناش واش هذي شي بصح انه هذي شي كان من اجل الرياضة ومن اجل تحديات البناءة ايضا يعني ما فهمش شخص يبغي تحدى الاخر و يبدو يتعطى و يتردو على مواقع التواصل الاجتماعي الحلبة يليك تحكم كيف سنقولو الحلبة هي المكان الانجع سين يقدر الواحد يبين شنو عندك و شنو كتعرف الدير ليس بالكترة الكلام بكترة الكلام و الاقاويل و الاخذ و الرب كل يسمىه لعب الدرالي الصغار كل يسمىه لعب الزنقى احنا كنشوفو ان النزالات ما كيكونش فيها حتى لقابة بين الخصم و الخصم ديال و الاخر يعني فقط كيتلاقوا في الحلبة و ديك ساعة كلك يقول لي عنده كلك يبرهن كلك يترجم دك شي اللي عنده في الحلبة ليس بكترة الكلام و كترة الاخذ و الرد هذا قال انا ردت عليه هذا ردت عليه هو قال يعني هدي ماشية رياضة الرياضة الحقيقة و الصحيحة هي ان تلاقوا في التيران كيف سنقولو و قلل صحاته بكي علمو يعني هادشي اللي هو معرف هادشي اللي معمول به هادشي ربما ماشي من اجل الرياضة لو كان انه من اجل الرياضة لو تلاقوا يعني في حلبة في شي قاعة دي الرياضة ودي في الساعة يخوضوا نزال جاد يعني النزال معقول بالتكنيك دياله بالقواعد دياله يعني بالضروف دياله بالخصائص دياله هاد شي ولي خصي يكون نورمال مو غي تتبين شنو عندك بغي تتبين المؤهلات الرياضية ديالك الحلبة هي اللي كتحكم وليس مواقع التواصل الاجتماعي يعني هناك من اتفق وهناك من عارض يعني كالناس تافقات مع هاد شي كالناس مشات مع تيار وكالناس اللي معجباش هاد شي كتقول لك خصوصا الناس اللي لوسط الميدان الميدان الرياضة كيف سنقوله وما اعتبروا هاد شي فقط بسهلة وهاد شي فقط لعب الدراري الصغر لا اقل ولا اكتر يعني من بعد هادك الضجة و هادك الجدل اللي داروا ما يسمى بن يزارو الملولي خرجوا من المورة هادك هادك الفيديو خرجوا من المورة واحد مجموعة ديالشباب هادي هادي هي النقطة الاجابية في هذا الفيلم كامل او المشهد الجميل في هذا الفيلم هو ان خرجوا من جموع عدد الشباب اللي شفناهم جداد في الميدان الحمد لله شباب اللي بانوا منورة هاد اللي الدرجة هادي شباب اللي عندهم بيقولوا فالرياضة الحمد لله عندهم بنية جسمانية قوية عندهم اللي يقاد بدنية عندهم ديالشباب عندهم ديالشباب عندهم ديالشباب يعني مزيان تبارك الله هانا بنوا مجموع عدد الشباب الحمد لله تعرفنا عليهم وعرفناهم والحمد لله وممكن تعتمد فورصة وما زلت تعطاهم فورص اخرين باش يبانوه هاده اول جميل في هذا الفيلم كامل وفاد السيناريو هاد النقطة هاده بنوا مجموع عدد الشباب وتحرك يعني لواسط الرياضي وبنادم هزتوا النفس خوصوصا فاش بايخوض الملولي نزال مع ريكو فاش تحدى ريكو ناظه مجموع عدد الشباب اللي عارفين في الرياضة وفاهمين فيها وقارنها بحدافيرها وقارنها بقوى عدد وقوامها كيف تنقولوا ناظه اعتبروا هاد شي لعب لان بونه مشاسع وهو كبيرا بين الملولي وريكو هاده ما اعتبره يعني متخصصين في ميدان بحيش انه يعني كان فرقما بالكاراطي والكيك بوكسين والتيك واندو والايكيدو واليايدو يعني كل رياضة عندها عندها قوى عدها عندها قوامها هاد الشي هاد الشي عنده قوامه عنده يعني عنده ضروف دياله احنا ما كان نقشوش الموضوع بحداته احنا كان نقشو الظاهرة كان نقشو بشكل عام بشكل عام يعني مش فقط على الملولي ولا على هذا ولكن احنا دائما احنا جميع حلقاتنا وجميع حلقات اللي كندير هي حلقاتنا تنوعه تتنوع اعلامي يعني اي موضوع طريح الساعة وطريح اللحظة اننا كان نقشو انطبيت حال ولا حديثة في الشارع يعني قاعد الناس اللي يعلقوا ذلك حاليا انه هدا بش كيدوزو كالزيلتي دائما كيريحو كي يحطو كالزيلتي وكيشدو هاد الموضوع هذا يعني الناس اللي ينتقدو حاليا دبوا في الكومنتر يعني هدا هو الموضوع هو موضوع جميل كان فيه واحد جانب حسن كان فيه واحد جانب جميل هو بانو حد مجموعة هذه الشباب رياضيين اللي ربما ما تعطاهمش الفرصة وما كانش غاديت تعطاهم الفرصة لولا هاد الدجا هذي اللي دارو هاد الجوج هاي هو التفاهة فين كينا هي الاخذ والرد ما بين ما يسمى نيزار والملولي تتردو في مبعضياتهم على مواقع التواصل اجتماعي الملولي بعد ما تحداه نيزار وانتقل عنده المكان في كيسكون هو مدينة اقادير انتقل عنده وخضوا واحد نيزار ما عرفت وش نيزار هذا كلما مولا عم قصرين ضحكين مع بعضياتهم في واحد شاطئ شاطئ في البلاج في محر في الدارو كاده مات كاده يعني اذا كش باسل ما كانش حلبة ما كانش استعداد نفسي وبدني ما كانش جدية فهذا كش كامل ما كانش جدية نهائيا ما لمسناش جدية واحد تيم الدرزيل اخرتيا غرب ما عرفناش يعني احنا يعني مزيان الرياضة مزيانة يعني نتحدى في مبعضياتنا التحدي هو مزيان اللي خيب هو الحسد والحقد اللي خيب هو الحسد واحد انسان ومش نقلب على طرق ما هياش باش انني نهرسو باش نهد من الكاريار ديالو مزيان اننا نتنافسه مزيان اننا نتحده بعضياتنا مزيان اننا نقلبه دائما على الجديد باش نكونو أحسن من الله اخر ولكن غي هاد شى كان كان خاصه واحد شوية الجدية كان خاصه واحد شوية النج النج فكري انصح التعبير هاد شى كان خاصه نج هاد شى كان خاصه عقل خاصه تكير خاصه رزانه خاصه اتقاله إذن مرحبا بكل الأصدقاء مرحبا بكل إخوان اللي كي شاهدون الآن فهد المباشير يعني الحمد لله كيني للناس رياضيين عندنا أبطال الحمد لله في البلاد دينا عندنا شخصيات قادرة هز ترفع رأية البلاد الحمد لله هذا شي كيفرح نجموعة من الشباب واحد المجموعة دينا المدنة المغربية اللي بانوا الحمد لله عندهم ما يقولوا عندهم ما يعطيوا اللهم ملك الحمد هذا شي كيفرح وهذا شي مزيام طبيعي الحال غير غير هو ما أمكن أن هذا الشي الرية كتبغي شوية جدية وكتبغي شوية العقل ما كتبغي شوية التصرع هذا كتبغي شوية العقل إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيغي لقاكم إن شاء الله في بيت آخر في حلقة جديدة إن شاء الله نهاركم مبروك وتهالله لفرسكم أخوكم عشمان أغزاركي باشركم دائم مدينة بني ملال والسلام عليكم شكرا